مفاوضات فيينا في مرحلة الصياغة خلافات تؤخر التوافق وواشنطن مستعدة للخطوة الأهب أموال خزينة العراق تمول مشاريع حزو الله في لونان وأعتقدرات بقرابة الملياري دولار من المال المهرب أنا لا أتحدث عن انقلاب عسكري أنا أتحدث في ظل الأوضاع الذي توصلنا إليها في ظل القلق العديد نعيب رئيس البرلمان يقول للحدث أنه اقترح مرحلة انتقالية بقيادة الجيش اللبناني ويبقى صهر الرئيس عون خارج الحكومة المجلس الرئاسي الليبي يمنع كافة العسكريين من السفر والظهور الإعلامي وميليشيات ترابلس تتقاتل وتصف بعضها بحزب الله أهلا بكم إلى ملفات الحدث إيران حاضرة بقوة في نقاش موسع في ساعتنا الثانية عبر موضوعين صراع أجنحة بعد مقتل حجازي في الداخل الإيراني بالإضافة إلى القائمة الموسعة للمرشحين المحتملين للرئاسة أما في الساعة الأولى فهناك عدد من الملفات سنمر عليها سريعا وسنبدأ بالملف الأول وهو من إيران وتحديدا مفاوضات إيران في فيننا بعد أو بين الصياغة النهائية والخلافية التي تبحث عن حلول الحكومة الألمانية أعلنت عن تقدم ورغبة في المضي قدما في مفاوضات فيننا من جهة أخرى أعلنت الخارجية الإيرانية أن مباحثات فيننا تسير على الطريق الصحيح وأن طهران قدمت مسودة نص اتفاق مبوث الروسي لمحادثات فيننا قال اليوم للحدث إن هناك عشرات النقاط الخلافية في المحادثات ما زالت تحتاج إلى توافق مضيفا أن الإيرانيين قدموا وجهة نظرهم حول الالتزامات النووية ولا بد أن يتم أخذها بعين الاعتبار مضيفا أن نظيره الأمريكي أبلغه بجاهزية الولايات المتحدة في رفع العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي عن إيران لدينا العشرات من النقاط الخلافية التي ما زلنا نعمل على حلها من طرف الالتزامات النووية ورفع العقوبات الأمريكيون قالوا بأنهم مساعدون لرفع العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي السؤال هو ما الذي يعنيه ذلك الإيرانيون يريدون كل العقوبات التي فرضها ترامب أن ترفع لم نصل بعد إلى مرحلة مناقشة تسلسل الخطوات بالنسبة لنا يجب أن نفكر بخطوات متزامنة ولكن نحن على الخط الصحيح لا أستبعد أن يتم تسريع الأمور في مرحلة ما ونشهد اختراقات ولكن يجب أن نكون صبورين وأن نعمل بجهد إعادة العمل بالاتفاق بشكل كامل يعني أنه في مصلحة جيران إيران لأنه ليس هناك بديل عن الاتفاق نعلم مدى الحاح المسألة ونأمل بأن ننهي هذا التمرين المهم قبل بدء حملة الانتخابات الرئاسية في إيران التي تبدأ في نهاية شهر مايو المقبل بعد تسمية المرشحين كما أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن هناك اهتماما بين طرفي المباحثات في فين بخصوص التوصل لاتفاق وأن الطرفين يتنقلان من القضايا العامة إلى تلك الأكثر تفصيلا أعتقد أن كلا طرفين مهتمين بالتواصل لاتفاق والطرفان يمضيان من القضايا العامة إلى تلك الأكثر تفصيلا والتي هي بوضوح من جانب تخص رفع العقوبات ومن الجانب الآخر تتعلق بقضايا الالتزام بالاتفاق النووي طبعا لا أستطيع تقديم المزيد من التفاصيل لكن أعتقد أن هناك إرادة حقيقية من الطرفين للتوصل لاتفاق هذا وبدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بدأت محادثات مع إيران بهدف الحصول على تفسيرات بشأن مصدر آثار اليورانيوم التي عثر عليه في مواقع غير معلنة في إيران وأحذر متابعون من أن الفشل في إحراز تقدم في تفسير آثار اليورانيوم قد يدفع الدول الأوروبية إلى إصدار قرار بدعم من الولايات المتحدة خلال دورة الاتماع المقبل في يونيو لإدانة إيران وعكانة الدول الأوروبية قد أجلت استصدار قرار ينتقد إيران في اتماع لمجلس محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية شهر الماضي خشية من التأثير على مجرى المحادثات الجارية في فيينا معي من بريس المحلل السياسي لسيز ماجد الخطيب سيز ماجد خلينا نتلمس أو نتخيل الصيغة النهائية لما يمكن أن ينتهي إليه أو تنتهي إليه المفاوضات فينا ما الذي يمكن أن تلتزم به إيران وما الذي يمكن أن ترفعه أمريكا من عقوبات نعم بداية تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين في الحقيقة يمكن وضع تصور أو بروتوكول عام لما يمكن تسميته خطة عمل تم الاتفاق عليها ما بين جميع الأطراف أتصور أنه دعنا نبدأ من الجانب الإيراني طالما أن المتحدث باسم خارجيتها وكذلك عباس عرغجي أبدو لفتة إيجابية جدا من هذه المباحثات لذلك ما أتصوره حقيقة في هذه الخطوات التي تم الاتفاق عليها أو دعنا نسميها المبشرة من الجانب الإيراني أن الولايات المتحدة ربما وافقت على رفع جانب من العقوبات المالية المصرفية وخاصة على البنك المركزي الإيراني وهو الأمر الذي تطلبه إيران بإلحاح شديد لكي تتمكن من العودة للنظام المالي العالمي المصرفي تريد إيران من جانبها أن تكون حرة طليقة كما في اتفاق عام 2015 لها المقدرة على إبرام العقود العقود النفطية من حيث بيع واستراد والحصول على المكاسب المالية هذه نقطة بالنسبة للجانب الأمريكي أنا أتصور بأن الولايات المتحدة تريد من إيران أن تعود خطوات إلى الوراء انطلاقا من اتفاق السابق لعام 2015 وخاصة تلك المتعلقة بموضوع إجراءات التخصيب والذي كان محدد المدة دعنا نتذكر أنا وأنت سيد الفاضل اتفاق فين عام 2015 الأسباب التي دعت ترامب إلى الانسحاب منه كثيرة منها على سبيل المثال أنه كان محدد المدة يعني بمعنى أن هذا الاتفاق على سبيل المثال يسمح لإيران بأن تقوم بتخصيب نسبة 3.67% من اليورانيوم المخصب لمدة عشر سنوات بعد هذه العشر سنوات تتحلل إيران من هذا الاتفاق وبالتالي إيران تستطيع بمقابل ذلك أن ترفع نسبة هذا التخصيب كذلك الاتفاق النووي عام 2015 جاء هزيلا من وجهة نظر ترامب من حيث أن خطط عام 2015 لم تمنع إيران من استمرارها في أبحاث وتطوير أجهزة الطرد المركزي ER456VE إذن أنا ما أتصوره استكمالا للرغبة الأمريكية أو ما تود الولايات المتحدة أن تفعله في مقابل رفعها لجانب العقوبات أن تعود إيران إلى خطواتها السابقة وأيضا تريد الولايات المتحدة أن تثقل أي اتفاق نووي جديد هذا ما يخص أمريكا وأكثر إلزامية ربما أستاذ ماجد هذا ما يخص ربما أمريكا تشترط كثيرا فكرة الالتزامات النووية لكن أين الأوروبيون تحديدا فيما يتعلق بالاشتراطات المتعلقة بالصواريخ الباليستية يعني مطلوب من إيران التزامات تتخطى النووي ومطلوب من أمريكا التزامات تتعلق بالعقوبات أين الصواريخ الباليستية هل تنازل الأوروبيون مثلا اعتقادك أم ربما نجدها في بنود الاتفاقية حينما تصدر أنا أتصور سيد الفاضل بأن قضية الصواريخ الباليستية وكذلك أيضا قضية سياسة إيران الإقليمية والمزعزة على المنطقة سيتم إرجاعها إلى ما بعد إنضاج الاتفاق النووي الأوروبيون لن يتنازلوا بالمطلق عن برنامج إيران للصواريخ الباليستية ولكن هم يريدون في المقام الأول أن تعود الأمور إلى نصابها على الشكل الذي يريدها الأوروبيون ومن بعد ذلك سوف يتم مناقشة قضية أخرى بما عزل عن الاتفاق النووي وهو قضية الصواريخ الباليستية دعني أذكر هنا نقطة مهمة جدا بأن ما زال الأوروبيون يعني يملكون وثائق ويملكون عفوا الكثير من الأوراق الضغطة والكثير من الوسائل التي تمكنهم من الضغط على طهران لإجلاسها مرة أخرى على طاولة مفاوضات أخرى ولبدأ محادثات أخرى منها على سبيل المثال العقوبات الاقتصادية الأوروبية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران ما زالت أوروبا على سبيل المثال تحتضن الكثير من المعارضة الإيرانية على أراضيها وخاصة في فرنسا كذلك الأوروبيون منذ حوالي أسبوع تقريبا طرحوا قائمة عقوبات على خلفية انتهاك إيران لحقوق الإنسان الذي أود قوله أن خزينة الأوروبيين ما زالت ملأة من هذه الناحية لكن كل الأطراف الأوروبيون والولايات المتحدة الأمريكية يريدون إرجاء هذه الملفات فيما بعد نقطة أخرى دعني أختم هنا فقط لماذا أنا أدعم هذه النظرية لأن سيد الفاضل الصين وروسيا لهما مصلحة كبيرة جدا في أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات وإلى إحياء اتفاق النووي لعام 2015 لكنهما في المقابل إيران وروسيا والصين ليس لهما مصلحة في مناقشة هذه القضية وخاصة قضية الصوريخ الباليستية ودور إيران في المنطقة لذلك ما يعمله الأوروبيون حاليا هي فصل هذه الملفات بقصد إحداث فجوات متناسقة متناغمة مع بعض أنضاج مرحلة الاتفاق النووي سوز ماجد في نقطة أيضا فيما تعلق بالأموال المجمدة من 79 منذ ثورة الخميني هناك أموال الشاه المجمدة في أمريكا أوباما لو تتذكر في 2015 أعاد للإيرانيين جزء من هذه الأموال هل يكرر نائبه في 2015 والرئيس الحالي سيناريو الأموال المجمدة لأنه لمح بها في إطار وكأن رشة سياسية يقدمها الأمريكيون لإيران نعم في الحقيقة هذه إحدى المخاوف الإسرائيلية من هذه الزاوية المتوقع سيد الكريم أن بايدن يرفع جزء من العقوبات عن البنك المركزي الأمريكي يعني ترامب فرض نوعين من العقوبات على البنك المركزي الأمريكي المرة الأولى فرضها على خلفية البرنامج النووي الإيراني والمناسبة الثانية فرضها على خلفية دعم البنك المركزي الإيراني لقيامه بتمويل عمليات الإرهاب أنا أتصور بأن ما سيرفعه بايدن هو الجزء الأول فقط أي العقوبات المتعلقة بالشق النووي أي أنه سيقوم برفع العقوبات عن البنك المركزي الإيراني ضمن الأطر التي تسمح لإيران بتحقيق انفراجة نوعية انفراجة بقدر معين من المال المكدس ربما نحن نتحدث هنا فقط عن حوالي 20 مليار دولار مجمدة في أرصد العراق والصين وكوريا الجنوبية ربما يتم منح إيران جزء من هذا المبلغ بمقابل أن تعود إيران إلى جزء معين من الالتزامات أي تطبيق مبدأ الخطوة بخطوة مناقشة الجزء الآخر من العقوبات الأخرى ربما يتم التطرق إليها لاحقا عند مناقشة قضية الصواريخ الباليستية وكذلك دور إيران في المنطقة لذلك العملية هنا مجزأة مقسمة على خلال مراحل نحن وأنت نقدم رؤية متوقعة لما تفضي إليه هذه المفاوضات فيه والنقطة الحاسمة فيما ستخرج الوثيقة ما بين هذه الأطراف شكرك ماجد الخطيب المحلل السياسي كان مع من بريس شكرا جزيلا لك أشكرك بعد الفاصل ننتقل إلى عنوان آخر وفيه نائب رئيس مجلس النواب اللبناني يقول للحدث أنه طالب الرئيس عون ببقاء جبران باسيل خارج الحكوم في لبنان ارتفاع جنوني في سعر صرف الدولار في صرف السوداء الحوضة عارمة تعم الشارع اللبناني الدولار يضرب أرقاماً قياسية في التهام العملة اللبنانية هنا خلفي هناك مصرف وكم أحراقه هناك إصرار من جانب حزب الله على حرفي الثورة باتجاهه للضغط على المصرف المركزي وتحميله وحده المسئولية سيصر ربما المحتجون على موضوعها في الطرق في لبنان هل الحكومة تسير في وادن والاحتجاجات في وادن آخر المطلوب هو أن تستعيد الدولة حضورها الشعب هالطبقة السياسية ضحكت عليه كل لبنان جعل لماذا تكسير ما الذي يضمن أن هذه الأموال لا تهرب إلى الخارج لن نسكت عن تحميلنا وزر سياساتهم التي أوصلت البلد إلى الكارثة علينا أن نقرأ أننا أمام ثورة جياع ترجمة نانسي قنقر عراقيا كشفت مصادر سياسية للحدث أن البترول والأغذية التي يوزعها حزب الله في لبنان ممولة من جيوب العراقيين بأوامر إيرانية وأوضحت المصادر أن حجم هذا التمويل يبلغ قرابة مليار ونصف المليار دولار سنويا وهو تمويل غير مباشر يتم عن طريق لجان اقتصادية يعترأسها محمد كوثراني مسؤول الملف العراقي في ميليشيا حزب الله اللبناني وأكشفت أن نحو 95% من المشاريع اللبنانية في العراق هي واجهات لميليشيات حزب الله إذن تمويل حزب الله يعني يقدر بأموال كثيرة جدا مزيد من التفاصيل معي هنا في الستوديو هدير الربيعي تقدم لنا مزيد من التفاصيل هدير مساء الخير ربما ملف يعني غامض بعض الشيء وهو النفوذ الاقتصادي لهذه الميليشيات نعم فعلا هي تغلغلت في العراق وكونت منظومة متشابكة معقدة من الواجهات الشركات اللبنانية ولكن هي لحزب الله كما يشير التقرير المصادر العراقية الخاصة قالت بأن تمويل حزب الله يقدر بنحو مليار ونصف المليار دولار سنويا من جيوب العراقيين المسؤول عن اللجان الاقتصادية لحزب الله اللبناني في العراق هو محمد كوثراني مسؤول ملف العراق للميليشيات وأخيه أيضا مع شبكها طبعا من المسؤولين والسياسيين العراقيين وقيادات في الميليشيات الموالية لإيران في العراق المتهمة بإدارة شبكة مخدرات أيضا بين أوروبا والعراق لصالح حزب الله اللبناني كذلك السيطرة على عقود الوزارات تحت التهديد وهذا الظهر يتم تناقل هذه الأموال وفق المصادر الخاصة بالشكل التالي 95% من الشركات اللبنانية العاملة في العراق هي واجهات لميليشيات حزب الله وهي شبكة كبيرة ومترابطة عبارة عن عقود استثمار وعقود صيانة وتجهيز ومصارف وبنوك ومحلات صيرفة أيضا وشركات تجهيز مواد غذائية للشركات النفطية في العراق وأيضا شركات حزب الله تسيطر على أرصفة أغلب موانئ محافظة البصرة ومافيات تحريب النفط إلى لبنان وسوريا وإيران برا وبحرا كذلك شركات خدمات لوجستية في مجال الصحة وتقنيات المعلومات وأيضا تنتشر في بغداد والمحافظات سلسلة مطاعم كبيرة هي واجهات لحزب الله اللبناني في العراق كذلك تجهيز محطات صغيرة لتوليد الطاقة الكهربائية وتجارة مولدات الكهرباء في ظل أزمة الكهرباء في العراق الدائمة وكذلك شركات تقديم خدمات تجهيز وتدريب في المجال الإعلامي ومراكز دراسات وبحوث وتحويل كما هو معروف وهذا أمر يعرفه الكثير من العراقين وتحويل ناحية جرف الصخر شمال بابل إلى مركز اقتصادي وعسكري للحرس التوري الإيراني وحزب الله اللبناني والعراقي أيضا منذ عام 2014 ولا يسمح لأي مسؤول عراقي دخول هذه الناحية هؤلاء الميليشيات مجتمعة مع الحرس التوري أنشأوا في جرف الصخر مشاريع دواجن وأيضا تربية مواشي وأحواض الأسماك وإنتاج مياه للشرب باسم فينيزيا والأخطر مصانع الإنتاج الحربي المنتشرة في جرف الصخر كذلك ميليشيات حزب الله تقوم بعمليات التهريب من إيران والعراق إلى سوريا ولبنان فالعراق يرتبط مع إيران بخمسة معابر برية رسمية كما تظهر في هذه الخريطة طبعا إضافة إلى موانئ البصرة البحرية يتم من خلال تهريب النفط برا تتم عن طريق عمليات تهريب المقاتلين والسلاح والعتاد والإتجار والأموال والإتجار بالبشر من العراق إلى سوريا ولبنان عبر معبر القائم الحدودي مع سوريا غرب الأنبار وتحاول التخفي من الرصد الجوي للتحالف الدولي حيث تقوم بعمليات التهريب من خلال إحداث فجوات في السواتر الحدودية الترابية لتهريب المقاتلين والبشر والأسلحة والصواريخ والنفط والمواد الغذائية وسط تكتم وغموض كبير على هذه العمليات محمود هديرة أشكرك شكرا جزيلا أن الموضوع ممتد معنا في بعض التساؤلات التي سنترحها على ضيفنا في لندن الباحث السياسي العراقي أستاذ طالب العواد أستاذ طالب مساء الخير طيب فيه لجال مكافحة الفساد وهذا قاصر على العراقيين يعني المواطن العراقي أو المسؤول العراقي الفاسد ماذا عن هذا الأمر وهو الاحتلال بالاقتصاد يعني كما يكون هناك احتلال بالسلاح الميليشية أو التغول بالسلاح هناك تغول بالاقتصاد كيف يكون مواجهته تحياتي لك سيدي الفاضل ولمشاهدي قناتكم التقرير وافي لكن هناك كثير من الأمور يجب توضيحها للمشاهد الآن العراق مستباح بشكل وبآخر رغم أنه الرجل رئيس في مجلس الوزراء أقدم على خطوات مؤخرا وخاصة في الأيام الماضية أقدم على خطوات جدا جدا جريئة أعتقد أنه هناك الكثير من الأمور تحتاج إلى هناك معلومات كثيرة تحتاج إلى توضيح للمشاهد أعتقد الآن هذه القوى المتنفذة المرتبطة بالمشروع الإيراني لديها إمكانيات مالية جدا جدا كبيرة من حيث الاستحواذ على الكثير من الوزارات وهناك مجالس اقتصادية لكل هذه الأحزاب المتنفذة أيضا الميليشيات الآن مسيطرة على المنافذ الحدودية بالأكمل وميناء أمقصر حصرا الذي يورد حوالي 90% من حاجات العراق الاقتصادية أيضا مسيطرة عليه من قبل هذه الميليشيات المعروفة بالتقاسم أي بمعنى هذا المشروع يعني هذه الميليشيات تخدم المشروع الإيراني وتخدم أيضا مشروع علاقاته مع حزب الله هناك الكثير من الشركات الوهمية التي يقودها كوثراني من أجل الاستثمار وخاصة الاستثمار في قطاعات معينة من أجل جلب الأموال وتحويل الأموال ما أقدم عليه علاوي مؤخرا وزير المالية ولذلك العياط والصراخ من أجل العياط من قبل هذه القوة والهجوم على حكومة الكاظمي سببها واحد هو مسألة تحويل الدولار والقضاء على هذه السماسرة المجموعة من السماسرة والمستفيدين وتحويلها إلى إيران وتحويلها أيضا إلى القوة المرتبطة بالمشروع الإيراني مسألة في غاية الأهمية أنه إيران قد اقتصاديا بالوضع الاقتصادي التي تمر به موضع جدا جدا صعب تفتقد إلى السيولة تفتقد إلى السيولة النقدية الوحيد الذي يوفر لها السيولة النقدية ويوفر لحلفاء إيران هو العراق لا يوجد أي منفذ لإيران من حيث السيولة النقدية الخارجية وخاصة الدولار فقط العراق هو الذي يموه دكتور طالب أين سلطة الدولة؟ هل ممكن يتصور الإنسان أن سلطة الدولة الرسمية المتمثلة في رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية بعيدة أو غير على علم بما يحدث وإن كان كذلك فلماذا هي صامتة؟ هل ما زالت سطوة الميليشيات مؤثرة على القرار السياسي الرسمي؟ أدنى شيء خلال ثلاث دورات لحزب الدعوة بعض قياداتها مرتبطة بشكل واضح مع المشروع الإيراني يعني قد لا تسمح الظروف أن نذكر الأسماء أسماء مرتبطة قيادات أخذت موقع في الدولة العراقية موقع اقتصادي وموقع سياسي وموقع أمني هي مرتبطة في إيران لذلك ومعروفة هذه القوة خلال 16 سنة هي الحاكمة الحقيقية عدا هذه فترة السيد الكاظمي غير مرتبطة بالمشروع الإيراني هذه أما البقية كانوا مرتبطين بالمشروع الإيراني بشكل من صغيراتها إلى كبيرة لذلك في التقدير العام أنه تسألني ليش الدولة الدولة جزء هذه القوة المتنفذة هي جزء من مشروع إيران في المنطقة يعني هذه القوة ليس بعيدة عن المشروع الإيراني لذلك الآن في العقل الجمع العراقي يدرك وبشكل جيد لماذا ينادي العراقيون وبشكل في كل مظاهراته وخاصة في المناطق الشيعية ركزوا على مسألة جدا أن إيران بره بره السبب لأنه التدخل واضح كان ومعروف أنه العراقي هناك مثل عراقي يتداولوه يعني يتشد أبو كلاوي يأكل أبو كزمة هذا المثل يتداولوه العراقيين وبشكل واضح ولذلك العراقي الآن يعيش أزمة حقيقية أزمة حقيقية فقر بطقع هذا هو الحال دكتور طالب لكن خلينا في الحل يعني ننتقل من الحال إلى الحل الحال أنت توصفه بدقة شديدة جدا الحل برلمان توازنه من الداخل ليس في صالح من يريد أن يقاوم ما يحدث وفي نفس الوقت رئيس الوزراء يعني بعض يقول لا تحملوه أكثر ما يحتمل طب ماذا يعني أين تكمن الحلول أنا أعتقد يعني يعني ليس مديحا للرجل لكن أقدم خلال الثلاثة أيام الأخيرة أقدم على إجراء رائع جدا حيتان كبيرة بدأ يلقي القبض عليها حيتان كبيرة جزء من الحيتان كنت أركز دائما في المقابلات التلفزيونية وخاصة من حبر قناتهم على الحيتان الكبيرة الكاظمي أقدم الأمس والأمس الأول على القضاء على بعض الحيتان هناك 58 من هؤلاء السراق واللصوص قد صدرت أوامر بإلقاء القبض عليهم هذا أول الغيث أنا أعتقد يجب وبالضرورة أن ندعم هذه المرحلة لأنه جزء من عدة أما مسألة السعي إلى تغيير هذا البرلمان الفاسد والمجموعات الفاسدة يحتاج إلى أمور وإلى آليات معينة خاصة الآلية المهمة وهي آلية الانتخابات أنا أعتقد العراقيين يعولون في مسألة واحدة هي أن تكون إذا هناك انتخابات يجب وبالضرورة أن يكون هناك إشراف أممي على هذه الانتخابات لأنه العراقي لا يعرف بشكل جيد أنه مفوضية الانتخابات مفوضية غير مستقلة جاءت نتيجة المحاصصة الطائفية أيضا قانون الانتخابات عليه ملاحظات كثيرة فصد هذه القوى المتنفذة أيضا هناك مسألة في غاية الأهمية المحكمة الاتحادية التي صدرت أخيرا مؤسساتها هي مؤسسات أيضا جاءت نتيجة المحاصصة الطائفية لذلك العراقي قد يقدم السيد الكاظمي وأنا أعتقد البادرة كانت أمس على إجراءات جدا جدا توفيقية من خلال القضاء على الحيتان الكبيرة الحيتان الكبيرة هي اللاعب الرئيسي في هذه الأزمة والأزمات الأخرى حيتان وميليشيات يا سيد طالب حيتان وميليشيات معا يعني أشكرك نعم من يقود الميليشيات الميليشيات من يقودها سيدي الفاضل نعم دكتور طالب الحيتان الكبيرة هي التي تقود هذه الميليشيات المنفلتة والسلاح المنفلت هو جزء من هذه القوة ومن هذه الحيتان شكرا دكتور طالب العواد البحث السياسي كان معي من لندن شكرا جزيلا دكتور طالب في مقابلة مع الحدث قال إلي فريزلي نائب رئيس مجلس النواب اللبناني قال إنه لا يتحدث عن انقلاب عسكري في لبنان أو بيطلب ذلك مشيرا إلى أن التمرد الحاصل في لبنان خطير وسيؤدي إلى تحلل السلطة الدستورية متمثلة في سلطة القضاء منددا بتصرف القاضية غادعون أنا لا أتحدث عن انقلاب عسكري أنا أتحدث في ظل الأوضاع الذي توصلنا إليها في ظل القلق العميق الذي يعيشه الشعب اللبناني في ظل حالة اللا أفق لحلول سريعة ومستقبلية للواقع اللبناني أنا أمام مشهد اليوم طرأ على الساحة اسمه تمرد سيؤدي إن لم يتم معالجه معالج جذري وقاسي إلى تحلل السلطة الدستورية لهي سلطة القضاء وهذا أمر لم نشهد مثيله حتى إبال الحرب الأهلية في لبنان على مدى ثلاثة عقود بقي القضاء ملجأ وملاذ لكل الناس ومشهد آخر اسمه قاضي متمردي أبتروح الداهم صراف تحت أنوان محاربة الفساد بدعم من قبل مدنيين وليس بقاء دعم من قبل الضابط العدلي الفريزلي أضاف أيضا أن اللبنانيين يجمعون على أن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة نظيفة بعكس فساد المؤسسات الأخرى مخترحا استلامها للسلطة لمرحلة انتقالية حتى يصار إلى تقويم السلطة على حد تعبيره في إجماع من الشعب اللبناني أن المؤسسة العسكرية في لبنان هي مؤسسة في إجماع على نظافة كفة وقصدة فلتستلم السلطة بقرار ذاتي من القوى اللبنانية بقرار ذاتي من المؤسسات والسلطات رئاسة ومجلس النيابي ومجلس طبعا مرحلة انتقالية هذا الاقتراح هذا الاقتراح مجلس أرحلة انتقالية حتى يصار إلى إعادة تكوين السلطة بصورة سليمة وبعد أن تكون قد عادت الأجواء إلى طبيعة إيلي فرزلي كشف أيضا أنه طالب ببقاء جبران باسيل خارج الحكومة اللبنانية في اجتماع لتكتل التغيير الذي وقع تكتل لبنان القوي وكنت أنا أحد عناصره أحد عناصرنا تتكتل أمام 25 نائب طالبت بالتالي حرفيا أن يبقى جبران باسيل رئيس تكتل خارج الحكومة وكان أفرزلي قد ثار زوبعة في لبنان من خلال دعوته قيادة الجيش إلى إرسال الرئيس ميشيل عون إلى المنزل واعتسلم السلطة مباشرة وبشكل فوري فضلا عن حل الدستور ومدلس النواب والوزراء بحسب ما نقلته صوت بيروت انترناشنال من بيروت نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية والوزير السابقة دكتور سليم مصايق دكتور سليم أهلا بك كيف تنظرون إلى مقترح سيد فريزلي في هذه المسألة مرحلة انتقالية الجيش هو اللي يديرها بالطبع في خلاصة أو في تحليل تشخيص قبل الوصول إلى هذه الخلاصة خلاصة اللي بيقولها دولة الرئيس الفرزلي انه على الجيش ان يستلم السلطات ومقدرات البلاد هذا يأتي بعد تشخيص نحن نتشارك به التشخيص انه أصبح لبنان اليوم دولة غير قادرة على أن تحكم نفسها بنفسها سقطت سلطة المعايير لا مرجعية في لبنان لا سياسية ولا غيره القضاء الذي هو المرجعية في كل الأمور لا سيما إذا كان لابد من إعادة تشكيل السلطة عبر انتخابات نيابية المرجعية يجب أن يكون القضاء أين هو القضاء اليوم هناك سقوط مدوء لسلطة القضاء في لبنان وبالنتيجة بعد ما سقطت المؤسسات الدستورية الواحدة بعد الأخر نحن أمام حكم فاشل ودولة فاشلة أمامنا حلين أما تدويل الأزمة اللبنانية وبالنتيجة يتم وضع لبنان تحت وصاية دولية مباشرة تحت الفصل السابع أو غيره لكن لا يمكن أن يبقى لبنان في الحالة الذي يعني يعيش اليوم هذه أول نقطة أول نقطة الثانية هو أنه أمكن إنشاء سلطة انتقالية في لبنان قادرة على أن تحضر الانتخابات النيابية بإشراف وتعاون مباشر من قبل أصدقاء لبنان ولسي مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن وبالنتيجة إن كانت هذه السلطة مدنية معسكرية هذا أمر سيناقش أنما اليوم هناك التشخيص الذي يتشارك به كل اللبنانيين ألا وهو أنه لا هناك استحالة لحكم لبنان من قبل هؤلاء القيمين اليوم على السلطة في لبنان لكن بشكل شخصي يعني ما طلبه من المؤسسة العسكرية هل ضمن التاريخ اللبناني وضمن الحالة اللبنانية الحالية الآن هو وارد يعني أن تدير المؤسسة العسكرية مرحلة انتقالية يقبل بها الساسة اللبنانيون بهذه الطريقة التي اقترحها الرجل اليوم اسمح لي إليك فضل أنه في لبنان هناك تعب وهناك فوضى وهناك الكثير من الإزعان لأي حل يأتي بالاستقرار هذه الحالة اللبنانية أصبحت حالة معممة إن كان القوى الوحيدة القادرة في لبنان لليوم بعد على ممارسة حق النقد لأي حل في هذا البلد كما تمارس الآن هو حزب الله من دون أي شك حزب الله يتسلى بعض الشيء أو أحيانا ولا يريد أن يغضب لا هذا ولا ذات وبالتالي يرى السلطة اللبنانية تتحلل أمام أعين الجميع وليس هو قادر بعد اليوم حتى على فرض أي حل إنما يستطيع حزب الله أن يقف ضد أي حكومة انتقالية عسكرية مثل تلك التي يقتارخ الدولة الرئيس من هنا أتصور أنه أي توافق بين القوى السياسية اللبنانية وأعلان الفشل العام التوافق على عدم القدرة على حكم لبنان عبر المنظومة القائمة اليوم هذه عملية ترتب على حزب الله خطوة جبارة لا نريد للجيش اللبناني مهما كان الحل أن يصطدم بحزب الله في لبنان في الحالة التي نحن فيها اليوم لكن نحن نعرف كذلك أن بالرغم من الدعاية التي يساوقها حزب الله حول قدرته على الصمود لكن نحن نعرف أن الحالة الاقتصادية الاجتماعية قد ضربت كل اللبنانيين وكل الطوالة طيب دكتور سليم يعني لو كان يرجع لي مرة أخرى يعني حينما يطرح نائب رئيس البرلمان مقترح بهذا الشكل هل هو بعيد عن رئيس البرلمان يعني أين موقع نبيه بري في هذه المسألة وإذ كان هناك توافق من نبيه بري إلى أي حد يمكن أن يكون ما اقترحه الرجل قابل للتنفيذ على أرض الواقع لو تسمعني ومعروف ومعروف عند الرئيس الياس الفرزلي أنه عنده حرية الرأي معروف أنه عنده حرية الرأي وليس هو في حزب الرئيس بري يعني رئيس مجلس النواب وبالنتيجة يستطيع أن يقول ما يفكر به ولكن كذلك نحن نعرف أن للرئيس الفرزلي صدقات دولية وقد تكون صدقات أرتدوكسية دولية بمعنى وهو يعني يعني تقصد أن الرجل ربما يعني يحمل رسالة أكثر من أن نقول أنها مجرد وجهة نظر شخص يعني مسؤول لبناني أتصور أتصور أن الرئيس فرزلي يعني من دون أن يكون على تنسيق مباشر في هذا المخترح مع الروس إنما من التحليل قد يقودنا بشكل سهل إلى مثل هذا الاستنتاج طيب نقطة أخرى يعني ما طرحه بهذا الشكل إلى أي حد انطبق يخلق تصادم ما بين مؤسسة عسكرية وما بين سلاح منفلت موجود في الحالة اللبنانية هذا تخوف وارد هذا تخوف وارد وهذا يكون لتحلل آخر مؤسسة لبنانية جامعة البديل يكون الفوضى العسكرية والأمنية ويتحول ويتحول لبنان إلى أدغال وهذا ليس في مصدح أحد لا أصدقاء لبنان العرب نعم أو أصدقاء لبنان في الإقليم ولا أصدقاء لبنان دوليين ولبنان لا يستطيع أحد أن يتحمل أن يتحول لبنان إلى حالة تهديد للأمن والسلام الإقليمي والعالمي لذلك لا أتصور أنه أي خطوة مثل هذه تأتي بقرار المنصر نعم نعم شكراك دكتور سليم مصايغ نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية الوزير السابق شكرا جزيلا دكتور سليم أصدر رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش محمد المنيفي مذكرتين إلى كافة وحدات الجيش الليبي بشأن حضر العسكريين من الظهور الإعلامي والإدلاء بتصريحات ذات طابع سياسي وكذلك حضرهم من السفر إلى الخارج إلا بإذن مسبق من القيادة العليا أو من قبل إدارة الاستخبارات العسكرية لليوم الثاني على التوالي شهدت العاصمة الليبية ترابلوس حالة من التوتر الأمني والمناوشات الكلامية بين الميليشيات المسلحة القوات الخاصة لميليشيات ما يسمى بعمليات النواصي وصفت جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بأنه ميليشيات فوق القانون معتبرة إياه بمثابة ميليشيا حزب الله عمليات النواصي واتهمت جهاز الردع بمحاولة السيطرة على كامل العاصمة ترابلوس بدعوى مكافحة الجريمة وخطبته في بيان لها بعبارة أنتم لستم شرطي على ترابلوس كان جهاز الردع قد أعلن أمنية لبسط الأمن وملاحقة الجريمة في المدينة من القاهرة ينضم للكاتب الصحفي والباحث في أشأن الليبيل أستاذ عبد ستار أهلا بك أبدأ بما يعني بما قاله المنيفي تحديدا من منع سفر المحسوبين على المؤسسة العسكرية وظهورهم الإعلامي ماذا خلف هذه المذكرات موجهة لمن يعني هو نعم يعني أولا فليكن معلوما أن موقع القائد الأعلى للقوات المسلحة لا يرأسه السيد المنفي في حد ذاته ولكنه عبارة عن ثلاثة هم أعضاء المجلس الرئاسي برئاسة سيد محمد المنفي وعضوية عبدالله اللافي من الزاوية وموسى الكوني من الجنوب لهذا يمكن أن تقرأ هذا القرار بعدة مستويات المستوى الأول من النحية العسكرية هو قرار محمود وقرار ممتاز لكن يحتاج إلى كثير من الإجراءات حتى يطبق بشكل عملي على جميع العسكريين في ليبيا نعم لكن هل مقصود حفتر تحديدا أنت تتحدث عن منصب شاغر منصب وزير الدفاع يشغله رئيس الحكومة صحيح لكنه محل خلاف بين الشرق وبين الغرب وبالتالي ما الذي هل موجه إلى شخص بعينه يعتقد أنه يعكس نوعا من التنافس ومن اتخاذ الإجراءات لو نتذكر في الأسبوع الماضية كان هناك ضغط على أحد المتحدثين باسم عملية بركان الغضب التابعة لشمال غرب ليبيا من أجل عدم الظهور الإعلامي ومن أجل عدم الإدلاء بتصريحات مستفزة للجيش الوطني الليبي ولعملية السلام ومحاولات توحيدة الدولة بشكل عام وبالفعل تراجع هذا المتحدث عن الكلام ولم يظهر كثيرا أعتقد أنه بالتبعية هناك أطراف يبدو أنها ضغطت من أجل أن يصدر قرار يصري على الجميع سواء بالنسبة للجيش الوطني الليبي رأينا متحدثين مثل السيد خالد المحجوب والسيد المسماري وغيرهم أعتقد أن القرار يشمل كل هؤلاء العسكريين في الغرب والشرق والجنوب لكن كما قلت يصعب التطبيق العملي طالما ظلت المؤسسة الأمنية العسكرية غير موحدة طالما ظلت تنافس ما بين الطرفين يعني كل هذه أمور كان ينبغي على المجلس الرئاسي أن يعالجها قبل إصدار مثل هذه القرارات طيب إلى ترابلس هذا الصراع المناكفة ما بين عمليات النواصي وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب بماذا تفسره أولا ينبغي يعني معرفة من هو من هي قوات النواصي قوات النواصي تصطف مع قوات أخرى منها ميليشيات بسليم وقائدها السيد عبدالغاني الكيكلي الذي عينه السيد فايز السراج قبل رحيله رئيسا لجهاز دعم الاستقرار هناك معهم أيضا هيثم التاجوري من طرابلس يحاولون أيضا التعاون مع بعض الميليشيات في الزاوية ويحاولون أيضا استقطاب عمد طرابلسي رئيس المخابرات ومحسوب على الزنتان ولديه قوات أيضا في طرابلس هذه جبهة الجبهة الأخرى التي فيها جهاز الردع برئاسة السيد عبدالغوف كارا هي طبعا ميليشيات طرابلسية لكنها منذ أواخر 2019 يعني ابتعدت بعيدا عن التوجهات الطرابلسية وانحازت إلى الأتراك وإلى المجلس الرئاسي في وقتها برئاسة فايزو السراج وسلمت منطقة معيتيقة للضباط الأتراك ويعني دخلت في تحالفات أخرى تستطيع أن تقول أنها انشقت عن ميليشيات طرابلس في الفترة الأخيرة بدأت ميليشيات عبدالغوف كارا ميليشيات الردع تتعاون مع ميليشيات من مصراتا بالذات كتيبة 301 هناك أيضا كتيبة 444 وغيرها يعني محاولة للتحشيد لكسر شوكة ميليشيات طرابلس باقي ميليشيات طرابلس في العاصمة ومنها طبعا النواصي والميليشيات الأخرى لمن تكون الغلبة يعني لمن تكون الغلبة وكيف يمكن للسلطة الجديدة في البلاد من لجم هذه الميليشيات أعتقد أن السلطة الجديدة في البلاد يعني يمكن أن تقول أنها يعني موجودة بشكل غير مباشر في هذا الصراع طبعا الأتراك هم المهيمنون حتى الآن على المشهد في ليبيا بشكل عام في عموم ليبيا بشكل عام وهم لا يريدون وجودا في طرابلس لمن يعادونهم أو لمن لديهم مشتراطات على العمل التركي والميليشيات الطرابلسية التي فيها النواصي وفيها هيثم التاجوري في بوسليم نعم وفيها إلى حد ما حتى الآن عمد الطرابلسي وفيها هيثم التاجوري كل هذه الميليشيات غير مرغوب فيها من جانب تركيا لهذا تركيا تشجع السلطة التنفيذية الجديدة وتشجع قوات كارا عبد الروف كارا قوات الردع وتشجع أيضا بعض الميليشيات في مصرات لكي تهجم على باقي ميليشيات طرابلس وتقضي عليها في العاصمة يعني رأينا هناك نشاط في الأيام الماضية من جانب قوات الردع ومن جانب كتيبة 444 يعني تحت مزاعم جمع الأسلحة من العاصمة وإخلاء المقارات التي احتلتها بعض الميليشيات وإعادتها إلى أصحابها كل هذه الممارسات أغضبت ميليشيات طرابلسية منها النواصي ومنها الردع وغيرها انطلاقا من هذه النقطة فكرة الدمج والدمج المؤسسة العسكرية فكرة نزع الأسلحة خارج إطار الدولة ممكن تكون في إطار هذا الصراع صعبة شوية أو تكاد تكون مستحيلة حتى في طرابلس أولا من الصعب بالحديث عن قدرة أي ميليشيا على حسم الوضع في العاصمة الوضع في العاصمة يحتاج إلى جهد من قوة نظامية كجيش الوطني الليبي يحتاج إلى مساعدة إقليمية ودولية بالتضييق على الميليشيات في العاصمة والميليشيات في مصراتها والزاوية وغيرها وهذه الميليشيات مدججة بالأسلحة الثقيلة لديها مدرعات وصواريخ الجراد ودبابات وأيضا هناك بعض الميليشيات تحت يدها طائرات مسيرة يمكن تشغيلها بمعاونة الأتراك لضرب ميليشيات أخرى لهذا أنا أعتقد أن الصراع ما بين الميليشيات في العاصمة يمكن أن يطول ويؤدي إلى مشاكل كبيرة يعني هذا الوضع للأسف نفروض لدينا نهاية العام في انتخابات يعني أنت لدينا في نهاية العام انتخابات وبالتالي الوضع يزداد صعوبة في الالتزام بالمرحل الزمنية للمرحلة الانتقالية هو طبعا بالعودة إلى سؤالك السابق هناك محاولات لابد من الإشارة إليها من بعض الضباط وكنت على تواصل معهم في الحقيقة لأن الإجراءات التي كانوا يقومون بها هي إجراءات مفصلية ومهمة للغاية ولم تكن تخضع لا لرعاية مجتمع دولي ولا حتى من بعض الدول الإقليمية المهتمة بالأمن في ليبيا هذه المحاولات كانت عبارة عن إعادة توحيد العسكريين وإعادة فتح المعسكرات وعدم إدخال القوى المدنية المسلحة إلى هذه المعسكرات واقتصار الأمر على العسكريين بعد الكشف الطبي والأمن عليهم هذه المحاولات جرت في الصنوات القليلة الماضية وتم للأسف الشديد إفشالها وعادت الأمور مرة أخرى إلى ميليشيات يرأسها أمراء حرب ولا تضع أي اعتبار للنظام والضبط والربط كما هو موجود في المؤسسات العسكرية سيد عبستار احتيت الباحث في أشأن الليبي شكرا جزيلا لك أثار الرئيس التونسي قيس سعيد بتصريحاته التي قال فيها إن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضا قوات الأمن الداخلي أثارت جدلا سياسيا واسعا في البلاد وذلك في تصعيد لخلافه مرئيس الحكومة ورئيس البرلمان بشأن الصلاحيات وتهدد تصريحات سعيد برغبته ضم قوات الأمن الداخلي لصلاحياته بنزاع حول جهاز حساس وهو وزارة الداخلية وتثير المخاوف بانقسام المؤسسة الأمنية بينما لا تزال البلاد تواجه مخاطر جماعات متشددة رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة بما في ذلك القوات المسلحة المدنية حسم الأمر الذي فيه تستفتيا خطاب الرئيس قيش سعيد جاء هذه المرة تواضحا ودون تلميح حول تنازع السلطة بينه وبين رئيس البرلمان ورئيس الحكومة فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية سلطة لا يمكن أن ينازعه فيها أحد وفق نص الدستور رد رئيس الحكومة هشام المشيشي لم يتأخر كثيرا فخطاب سعيد خارج عن السياق كما يقول ما فماش الحق موجد مدقلوا فيها للقراءات الفردانية والقراءات الشاذة للنص الدستوري أما المتابعون للشأن السياسي فاعتبروه صبا للزيت على نار الخلاف بين الرجلين ونحن نعرف في تونس أن وزارة الداخلية هي الوزارة الكبرى وهي التي تتحكم في كل الأنشطة السياسية وغيرها وبالتالي من يتحكم في وزارة الداخلية يتحكم في مفاصل الدولة سياسيا تواترت التحليلات بين من اعتبر خطاب سعيد انقلاب واضح على القانون والدستور وبين من عده تصحيحا لمصار سياسي هجين ومشلول وأي أن كان الأمر فإن ما حدث سيعمق الأزمة السياسية في البلاد ويعطل إطلاق الحوار الوطني المنعرج موجود والخلافات على أشدها والقطيع تام تقريبا التواصل أو قنوات التواصل بينه وبين راشد الغنوشي وبينه وبين هشام المشيشي مقطوعة تماما وخطاب الأمس هو تصعيد لهذه القطيع التحذيرات من مخاطر تنازع الاختصاص بين رؤوس السلطة الثلاث زاد منسوبها وخاصة على القوات الأمنية في وقت تواجه فيه البلاد تهديدات إرهابية جدية وأزمة صحية واجتماعية شكل خطاب الرئيس قيسي سعيد منعطفا سياسيا مهما في البلاد وخطوة تصعيدية جديدة في صراعه مع رئيس البرلماني ورئيس الحكومة صراع تحول من تنازع السلاحيات داخل الدولة إلى صراع حول الدولة من خلال المؤسسة الأمنية وليد عبدالله الحدث تونس انتهت ساعتنا الأولى سنترككم في استراحة خصيرة بعدها سنعود مرة أخرى لنفتح ملفات الساعة الثانية والملف الأبرز إيران حاضرة بعنوانين صراع أجنحة بعد مقتل حجازي في الداخل الإيراني بالإضافة إلى قائمة طويلة تحوي عشرة مرشحين محتملين للرئاسة القادمة التي تأتي بعد شهر من الآن أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا اشتركوا في القناة